السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب اليوم هنواصل لبقية الشابط الرقم 7 هذا اللي هو عنوانه Distributed Forces Moments of Energy المحتوى بتاعة المحاضرة الخامسة من الشابط الرقم 7 هذا هيكون أول شيء Moment of Energy of a Mass وبعدين هنشوف Radius of Geration of a Concentrated Mass هنبدأ بشرح Moment of Energy of a Mass أول شيء هنأخذ مثال بسيط علشان نشرح به المومنت هذا مثلا لو نأخذ المثال هذا هذا الشخص عاوز يسوي عملية دوران للشكل أو الجسم هذي يعني حيلف حول المحور هذا يعني اللفة حتكون بالطريقة هذه واللاحظ أنها يعني الماص مرك قريبة جدا الماص لهذه قريبة جدا من محور الدوران في الحالة الثانية العكس يعني الماص سيفينها لهذه بتكون بعيدة على محور الدوران لأن الدوران حيكون بالشكل هذا يعني من الأسهل فيهم؟ طبعا حتكون الحالة الأولى حتكون يعني طريق الدوران سهلة أما الحالة الثانية فتكون أصعب يعني حتكون صعبة ليش؟ لأن الماص أصبحت مسافتها أبعد على المحور الدوران يعني أيش المقصود من مومنتو في نرشيا أو في ماص؟ يعني هي الماص مومنتو في نرشيا هي خاصية متع الأسام السلبة اللي يمكن من خلال الخاصية هذه يمكن نعرف مدى قدرة الجسم هذا على الدوران حوله يعني أي محور بتكون يعني بسرعة الدوران معينة يعني حنرمز للمومنتو في نرشيا بالأي متع أي ماص لكن هذه حتكون خاصية متع أي ماص لتعديك فكرة على قدرة دوران الجسم هذا حول أي محور هذا هو التفسير متع المومنتو في نرشيا الحين حنشوف يعني مثلا جسم الجسم هذا عنده ماصم تاعه اللي هي أم هذه الأم هذا هو الجسم حناخذ مثلا المحور أي دعشي هو المحور هذا حنشوف مدى قدرة دوران الجسم هذا حول المحور هذا طبعا علشان نشوف مدى قدرته على الدوران حنجيب المومنتو في نرشيا اللي هو الآي طيب أول شي حنقسمه إلى الزاء صغيرة اللي هي دلتا أم وان دلتا أم تو دلتا أم ثري يعني لو نجمع كل مسافة ما بين كل إليمت كل ما الصغيرة على المحور اللي هي هذه أروان مثلا هذه هي أر تو هذه أر ثري يعني كلها مسافات عمودية بين المحور الدوران وبين إليمت هذه لو نجمعهم هذه كلها أروان سكوير في الدلتا أم بس أر تو يعني لم لكن التقسيم هذا بيكون العدد متاعه يعني غير محدود علشان كده حنعوذ السيجما يعني الجمع حنعوذه بالتكامل يعني التكامل متاع أر سكوير دي أم دي أم هي يعني إليمت صغير يمكن يكون يعني دي أم طبعا التكامل هذا متاع آي آر سكوير دي أم هو يعني التعريف متاع المصمومة أوف إينارشيا هذا هو يعني يعني بسفة عامة التعريف حنشوف الحين يعني حسب المحاور إكس وواي وزات طبعا هذا الجسم اللي هو المصمتاعه أم حنشتغل على المحور إكس بما أن حنشتغل على المحور إكس هذا يعني حنجيب المسافة العمودية ما بين المحور إكس وما بين يعني الإليمت هذا دي أم طبعا المسافة العمودية حنسميها آر اللي هي هذه هي المسافة شايفين هذه هي المسافة العمودية آر طيب حنعوذ قيمة الآر من خلال الرسمة لو نأخذ المثلث هذا هو مثلث قائم الزيوية في النحية هذه طيب المسافة هذه اللي هي الزد والمسافة هذه هي الواي يعني الر هي بتمثل الوتر متاع يعني المثلث هذا بيبقى أنها هي الوتر يعني الر حتكون زيد سكوير بلاس واي سكوير طيب نعوذها وبتصبح حتى كان متاع واي سكوير زيد سكوير هذه الر سكوير دي أم يعني هذا هو الر إيكس نفس الشيء لو نأخذ المحور واي يعني هنا حنشتغل على المحور واي يعني للمنت دي أم هذا حتكون يبعد مسافة الر اللي هي هذه المسافة العمودية اللي هي هذه الر اللي هي نفسها المسافة هذه طيب لو نأخذ المثلث هذا اللي هو مسلث قائم الزاوية من ناحية هذه طبعا الأبعاد متاعه الـ X والز والر هي الوتر يعني قيمة الر سكوير بتكون X سكوير بلاس Z سكوير طيب نعوذها هنا بتكون يعني قيمة التكامل متاع Z سكوير بلاس X سكوير دي أم هذا هو ال-I-Y يعني شايفين لما تكون هنا ال-Y هنا بتكون الزاد وال-X يعني بصفة عامة لما يكون عندك المحور X هنا بيكون Y² Z² لما يكون Y بتكون X² Z² لما تكون Z X² Z² يعني هذه هي حسب الثلاثة محاور اللي هي ال-X وال-Y وال-Z هذه التعريفات بتاعها لكن في مشكلة بسيطة أنه كيف نجيب قيمة ال-DM هذه هي ال-DM في كل تكامل يعني هذا كيف نجيب ال-DM ال-DM يختلف حسب الشكل يمكن يكون الشكل المتاع الجسم هذا اللي هو الماس المتاعه أهم يمكن يكون شكله حجمي يعني Volume أو يمكن يكون مثلا سطحي أو يمكن يكون Line حنبدأ لما يكون Volume لما يكون Volume ال-DM هذي حتكون RU DV يعني RU اللي هي يعني Mass Volume اللي هي الكثافة الحجمية متاع الجسم اللي هي خاصية طبعا بتكون معتا لكن في الحالة الثانية لو كان سطحي يعني ال-DM هذي بتكون Sigma D A Sigma اللي هي الكثافة السطحية اللي هي خاصية فيزيائية متاعة المادة المصنوعة بها الجسم هذا وال-D A طبعا اللي هي المتاعات الأرية والله لما يكون Line يعني خطي بتكون ال-DM قيمتها Londa D L اللندا اللي هي الكثافة الخطية متاعة الجسم هذا اللي هي خاصية طبعا فيزيائية حسب المادة المصنوعة منها يعني الجسم هذا يعني على حسب المادة D M بنعوضها يعني هنا في المعادلة هذي ولا طول نقدر نجيب ال-I X أو ال-I Y أو ال-I Z طبعا ما ننسى أنها ال-I اللي هي الممت اليونت متاحة اللي هي كيلو جرام متر سكند يعني هذا هو بالنسبة للممتها في نارسيا طيب الحين حنشوف ال-Radius of Geuration متاع ماص لما تكون مركزة مثلا نفس الجسم اللي كان مرسوم هنا حنغيره بالجسم هذا يعني ركزناه في نقطة واحدة واعطيناه نفس الماص نفس القيمة اللي هي أهم طبعا حتكون المسافة كي هي اللي هي حنسميها نص القطر أو الشعاع طبعا قيمتها حتكون يعني ال-I حتكون K² في الماص M على طول نقدر نستنتج الكي اللي هو Radio of Geuration متاعة الماص هالي اللي هي مركزة حتكون I اللي هي الممت وفي نارسيا متاعة الماص على قيمة الماص تحت جدع التربيه بنحصل الكي طيب نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله يعني في محاضرة قادمة نواصل لقية الشابتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته